أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع اليوم بدي أحكي لكم عن خصم بتقدموا شركة انرجي موجودة في أوتوا وفي انتاريو بشكل عام وبتعطيكم ريبيت يعني بتقدروا تصلحوا شغلات في البيت وتعطيكم بدل هذا مصاري خليكم عشان تشوفوا وين الان طبعا ارجعنا لكم بفرصة جديدة في موضوع الريبيت وعادة التمويل وخاصة في الطاقة النظيفة شركة غاز في كندا بتعمل على عدة شغلات تكتب بس بالجوغل اسم الشركة ريبيت ورح يطلع لك أول لنك أول لنك الموضوع الموضوع نشرح لكم يا جماعة بشكل مبسط مختصر انك اذا انت عندك بيتك بتتوقع انه بحتاج الى تعديلات في الشغلات اللي نحكيها هلا بتجيب انسبيكتر الانسبيكتر موجودة شركات هون بتعاملوا معهم بتدفع له 452 دولار بعملك انسبيكت للبيت وبقول لك شو الشغلات اللي ممكن تعملها امبروف بقول لك هاي الشغلات كويسة هاي الشغلات قديمة هاي الشغلات جديدة مضم البيوت القديمة بدها امبروف بس البيوت الجديدة لا الان بعد ما يجي الانسبيكتر او الفاحص بعملك ريبورت ببعتلك اياه وبعدين انت بتصير تتواصل مع الشركات اللي بدها تغير لك مثلا انا كان عندي الفرنس او ضاخخ الهوى قديم وعارف انه بده تغير جبت الشركة قالوا لي اعطوني سعر قديش بده قال لي لس اذا بتقدر تعمل على الريبيت هذا اكيد راح يقولولك يس فكنت متأكد اني راح يعطوني اوكي لما يجت الشركة تبعت الانسبيكشن فعلا قالت لي الريبيت بتتعاقد مع شركة ثانية بتنفذ لك الشغلات تقدر تسويهم لحالك طبعا شغلي صعب انك تسويهم لحالك بدك واحد خصائي غاز وهذا المهم بتجيب الشركة هاي بيسوي لك كل شي وبعد ما تخلص من كل عندك 120 يوم من يوم الانسبيكشن تتصل بالشركة تبعت الانسبيكشن تيجي تعمل افتر انسبيكشن بتدفع لهم ساعتها 28 22 دولار بتكون دافع هيك 670 دولار برد يعو لك 550 دولار منهم الشركة هلا انت ما عليك تسوي ولا اشي الشركة هاي اللي انت الانسبيكشن هي بتعمل لك كل الاوراق وكل شي وشوف هديش برجالك ورباد طبعا هما كتبير لك افتر 5.000 هدا اذا عندك شغلات طبعا اول اشي بتحط بتقدر اتكمل بتقدر هذا اشوف هاي هون هاو بقول لك كل شي بدك اول اشي هدا اللي حكينا عليه البيجي الانسبيكتر هاد هو الارقام تلفوناتهم اوكي هاي بتدفع له 552 دفعنا اه هدا برجعو لك من المبلغ اللي بتدفع لل يعني انت بتدفع 150 لل انسبيكشن لانه برجعو لك 550 طبعا برجعو لك اياها بعدين هاي التلفونات اللي بتقدر تحكي معهم تبعو الانسبيكشن بس بدي احكي لكم هون اذا انت ياس قبل ما تعمل كل هاي الشغلات في اسئلة بسألك اياها وممكن تطلع عليها خلينا نشوف شو الشغلات اللي بعملوا عليها تنزيلات هون كاتبينا والاشي بدك الانرجي ادفايزرز هادا بيجي بيحص لك البيت بعدين بتعمل التصليحات بتعمل تصليحتين اقل اشي التنين شغلتين بعدين بتتصل في الادفايزرز هادا بيجي بيكمل الوراق وهو ببعت لك كل اشي ومن 8 ل 10 سابيع يعني خلال شهرين تقريبا ببعتوا لك الشيك في 550 دولار زائد عن الوضع هيتنج سيستم هيتنج سيستم اوكي اللي هو الفرنس او البويلر زي ما حكينا برجو لك 750 يعني انا دفعت للشركة هاي عشان يغيروا الهيتنج سيست او الفرنس رح رجو لي 750 دولار طبعا لازم يكون الفرنس كل الاجداد هم 95 بالمية افشنسي التانية البويلر اوكي ريبليس هم نستطيع غاز بويلر اوكي هذا اذا عندك بويلر اذا مش فرنس هلا اوبغريد انسي البيزمان الالكستير الوار الاتيكس اللي هو السطح او هيتر هذا اذا بتغير من تانك لتانك لس برجو لك 200 فانا سويتها فراح رجو لي 750 زائد 200 طبعا دفعت مبلغ بس هذا يعني بحفظوك انك تصلح او تغير في هذا الويندوز مثلا الويندوز والدول الويندوز تقريبا بكلف حوالي 200 ل 500 دولار برجعو لك 40 دولار منهم بس عشان اعطيكم هذا بكلف من 4 ل 6000 دولار حسب نوع الفرنس برجوك 750 دولار يعني احسن من بلاش انيوي هذه الشغلات اللي بغيروها لا اذا سويت ثلاث شغلات بضيفو على المبلغ 250 دولار هاي اضافة اذا سويت 4 شغلات 500 اذا سويت 5 شغلات 750 اذا انت امت 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 احاول امت احاول اللي صعب شوية لانك تحاول تسكر كل مداخل الهو هنحاول على كل حال هذا هو البرنامج بس عشان تقدروا تعرفوا عنه اذا تقدروا تستفيدوا منه وان شاء الله يكون عندكم يعني اذا فيه تصليحات مش غلط الواحد مدام بدي يسوي يرجع من يعطيكم عافية وسلام عليكم اذا اعجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة وامل شير ما اشترك اشترك